السلام عليكم الكاتب المغربي عبد الرحيم الوالي كتب واحد المقال بعنوان المالك لا يموت وكي يجو فيه على بعض صريحات الشائعات الجزائرية التي تتكلم عن موت والشيك لمحمد السادس لأنهم شافوه كي يستقبل ماكرون كي يهز عكاز الوالي اركز على أن المالك ماشي شخص وإنما مؤسسة ينضمها دسر ولو قدر الله مات المالك وأي شخص طبعا يموت في أي وقت فكان الدستور الذي ينضم الولايات الأهل وبالتالي هذه مؤسسة دستورية وكي لا يعرفونه جزائر التي حكمهم قشلة الأسكر كذلك يركز على الإنجازات الديبلوماسية المهمة للمالك محمد السادس وفي نهاية المقال قال بأنه ينتمي الجيل الستينات وبالنسبة له هذا الجيل الذي ينتمي له المالك سيحقق بعض الأحلام التي كانت المغاربة يتمنوا أنهم يحققوها مثلا أن المغربي يصبح بصيارة أو لا يصبح بطيارة أو أن يقاد سلاحه براسه أو أنه يكون عنده مكانه وبالتالي لغض الجزائريين من المالك هو النجاحات الكبيرة التي حققها المالك محمد السادس على صعيد ديبلوماسي في الصحراء المغربية وكذلك على صعيد تنموي لبلاده رغم أن بلاده لا يمتلك القوة والطراوات التي لدي الجزائر وبالتالي هذا الشيء الذي لا تفهم الجزائريين والذي نشوفه في الصريحة لهم هي سادجة صحركوا في القناة